نحن الشعب الخط الأحمر الأزمات المتثقمة في لبنان وعجل الحكومة عن التعامل معها أوصل الأوضاع في البلاد إلى مستوى غير مسبوق من التدهور كما أن حرمان اللبناني من أدنى حقوقه وحجز ودائعه في المصارف وارتفاع نسبة البطالة أنهكته وأفقدته القدرة على التحمل الارتفاع الأخير في أسعار خدمات الاتصالات والإنترنت في لبنان شكل ضغطا جديدا على المواطنين الذين يعانون من تداعيات انهيارا اقتصاديا بات أكثر من 70% من اللبنانيين نتيجته يعيشون تحت خط الفقر اليوم الناس كلها موجوعة بالاتصالات بالفقر بالوجع بالغلال الأسعار بموضوع قطع الكهرباء بموضوع عدر المال العام كله ومنذ عام 2019 يدفع اللبنانيون ثمن الأزمات التي تضرب ولدهم فقرا وبطالة وفقدانا لأدنى مقومات الحياة من دون أي بصيص أمل في المدى القريب كما ارتفعت نسبة البطالة وأصبحت تقارب 35% وذلك بعدما أدت الأزمة الاقتصادية والمالية إلى إغلاق عشرات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة وتقليص أعمال عشرات آلاف المؤسسات الأخرى منظمة اليونسيف كشفت مؤخرا أن 60% من الأسر تضطر إلى شراء الطعام عبر مراكمة الفواتير غير المدفوعة أو من خلال الاقتراض والاستدانة و30% من الأطفال في لبنان لا يتلقون الرعاية الصحية الأولية التي يحتاجون إليها كما أن واحدا من كل عشرة أطفال في لبنان جرى إرساله إلى العمل و77% من تلك الأسر لا تتلقى مساعدة اجتماعية من أي جهة الوضع الصعبة التي يمر بها لبنان أدت إلى حاجة مليون وثمانمائة وثمانين ألف مواطن لدعم مستمر لتأمين احتياجاتهم الأساسية بما فيها الغداء وذلك بحسب الأمم المتحدة في حين كشف تقرير للبنك الدولي أن 41% من العائلات لديها صعوبات بالحصول على الطعام والمواد الأساسية الأخرى و36% يتعذر عليها الوصول إلى الرعاية الطبية